المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام العالم الإسلامي والعرب بيحتفلون اليوم بذكرى ميلاد سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة والحقيقة أن هذه الزكرة تزمنت ما حدث مؤسف وصار غضب الكثيرين من المسلمين وغضب العالم الإسلامي والعربي واللي قابل حملة بتنديد ده جديد وهذا الحدث الحقيقة هو أمر فاقق كل الحدود ويجب مواجهته بالفكر وبالتنديد وده هذا الحدث تتمثل في تطاول صحيفة الفرنسية شارلي إبدو التي قامت بنشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وده أصار غضب كبير جدا للعالم الإسلامي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت بهاشتاج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة برضو أيضا هذه أدى إلى غضب قادة دول العالم الإسلامي الذين نددوا بهذه الرسوم المسيئة واعلنوا رفضهم له واعلنوا عدم تقبلهم لأي تطول على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر الميقف على ذلك أيضا العالم المسيحي والكنيسة المصرية ندتت بهذا الأمر ورفضت التطول على أي نبي وعلى أي رسول من الله سبحانه وتعالي والحقيقة أن هذه الصحيفة بتقرر هذا الأمر وقررته أكثر من مرة ولكن النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن غضبه ورفضوا لهذه الرسوم المسيئة وتعامل معها بما منتهى الجدية واللي أكد في كلامه النهاردة أن الإساءة للأنبياء استهانة بقيم دينية رفيع وجرح لمشاعر الملايين من المسلمين وأعلن رفضه لهذه الرسوم وقال نصا كفاية أزالينا كفاية إحنا تعبنا ومش معنى أن شخص أو فئة انحرفت عن الإسلام الصحيح أو الدين الصحيح نحمل المسلمين ونهين القادة ونهين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مرفوض تماما وأيضا كذلك الإمام الأكبر فضيرة الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب النهاردة في كلمته أكد الكلمته اللي كانت في الحقيقة فكر وأعلى ومستنير وأعلن النهاردة عن إطلاق منصة إلكترونية بجميع اللغات بسبع لغات من أجل مخاطبة الآخرين بتعريف أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأدبيات الإسلام وحياة الرسول وكيف كان يتعامل الرسول الكريم مع الآخر اللي هو الرسول الكريم كان رسالة لجميع البشر للمسلمين وغير المسلمين والحقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسس لمبدأ التعايش حتى التعايش مع الآخر وكبول الآخر وكان بيعطي كل حق كل شخص كان بياخد حقه في عدد الرسول صلى الله عليه وسلم فما كانت سيد الخلق في قلوب وجدان جميع المسلمين وجميع المسلمين يرفضون أي إساءة وأي تطول على النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة إحنا برضو الإسلام بيرفض أي تطول على الآخر أو أي إهانة للآخر أو أي أعمال عن الإسلام دين التساوح دين التعايش مع الجميع ويرفض أي أعمال عن وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لتتمم مكارم الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بعثته لأتمم مكارم الأخلاق والحقيقة أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده وزيد فيه كتير لأن هذا الحدث لا أريد أن أعطيه خاصة الرسول المسيح أنا أعطيه أكثر من ذلك إحنا في سيرة عطرة في سيرة رسول صلى الله عليه وسلم احتفال بميلاده ولابد إن إحنا نقتدي بهديه ونقتدي بسنته في تعاملاتنا اليومية نلتزم بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وللأسف الحقيقة إن إحنا نسينا ديننا ونسينا نلتزم بالسنة ونسينا كل حاجة وده واضح جدا في جميع تعاملاتنا اليومية ولو كنا ملتزمين بديننا كنا الواضح هيكون أفضل من اللي إحنا فيه خاصة في التعامل مع الإنسان أو التعامل مع بعضنا البعض والحقيقة أنا معي الضيوف النهاردة المشرفيني في الحلقة الأستاذ بدر عبد المحسن المحامي بالاستنافي العالي أهلا بحضرك يا فندم والأستاذ محمد سليمان جاد المحامي بالنظر أنا قبل ما أخشك موضوع رايتنا عايز أخذ تعقيب حضرتك إحنا في ذكرى عطرة الزكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل أسف تزامنت مع حدث مؤسف وغاية السوق بداية أهن العالم الإسلامي والشعب المصري بمولد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة للإساءات التي تتقرر هذه الإساءات لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة عزيز محمد لو تفتكر من حوالي 30 سنة كان فيه كاتب بريطاني مؤلف كتاب آيات شيطانية اللي هو سلمان رشدي من بعد سلمان رشدي حتى الآن كل سنة بتتقرر هذه الإساءات وهذه الإساءات بيسموها إبداع أنا مش شايف أني فيها إبداع خالص إبداع أنك تسيق لرمز إسلامي إبداع أنك تسيق لنبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أنا مش شايف فيها إبداع نحن نحترم جميع الأديان الإسلام والمسيحية والديان اليهودية وبالتالي نرفض هذه الإساءة جملة وتفصيلة ويعني ويريت يكون فيه تشريع يجرم الإساءة تشريع على مستوى عالمي تتبناها الجمعية العامة لأمم المتحدة أي إساءة للرموز إسلامية أو مسيحية أو يهودية ده دين سماوي وبالتالي نرفض هذه الإساءة وهذا التشريع يعاقب أي شخص أي شخص يسيق لأي رموز في أي ديانة سماوية ما دال فعلاً الحياة النهاردة طلبه الإمام الأكبر الشيخ الأزر رحمة طيب طالب المجتمع الدولي بإقرار تشريع يجرم معادات المسلمين حشان الموضوع بتقرر كل سنة والتانية هتلاقي في إساءات أستاذ محمد أسف أحقيب عدرك على هذا الأمر لأن حرية الرأي والتعبير إذا كانت تتعدى على حقوق الآخرين وتتعدى على الرموز الدينية فهي ضرب من ضروب التطرف والإرهاب أقيد طبعاً أولاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أهني الإنسانية جمعاء سيدنا رسول الله وهنق قيادة السياسية للشعب المصري والشعب المصري والسادة زملائنا محمي مصري بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا طبعاً النهاردة طالعت احتفالية الدولة المصرية بذكرى ميلاد سيدنا النبي وما عجبني وانبهرت به خطب فضلة الإمام شيخ الأزهر وإنه قال على المتشدقين بحقوق الإنسان سنقاضيهم في دولتهم وده طبعاً خطاب جميل جداً وفيه توجيه بغض النظر عن إنه هو هيناشد كمان العامة لأمم المتحدة بإصدار تشريع لمجابهة مثل هذه الحالات ولكن الجديد إنه طبعاً إنه هو أطلق المنصة بسبع لغات الحديثة التي تكلمت فيها والأجمل طبعاً إنه هو هيكلف الدولة المصرية عن طريق الخارجية المصرية برفع دعوة في دولة فرنسا وطبعاً ده اتجاه جميل جداً فضلاً بقى عن الشعوب الإسلامية تبنته وإن الحكومة الفرنسية والمجموعة الاقتصادية الفرنسية وإن زعجت منه وهو سلاح مقاطعة المنتجات الفرنسية ولكننا نتمنى أن نكون يعوم العالم السلام ومثل هذه الأفعال التي تتقرر لأنها تحد على القراهية لشخص وليس لمتديني العالم على كافة الكتب السماوية تمام هنفعل موضوع حالياتنا النهاردة واللي احنا نتكلم فيه عن الخلع وأثروا على الأسرة المصرية وخاصة إن في الأولى الأخيرة أصبحت المحاكم بتعوذ بالعديد من القضايا بتطالب المرأة بأنها تخلع دوجها لأنها مش عارفة تاخد حقها معايا أو رفضة العيشة معايا وده تحقيق حقيقي أنا أستاذ بدر عايز أخير تعرف من حضرتك إيه السبب الحقيقي وراء انتشار معندلات الخلع خلال الأونات الأخيرة السبب الرئيسي في انتشار عضايا الخلع والطلاء 90% منه اقتصادي تمام 90% منه اقتصادي المشاكل الاقتصادية والأعباء الأسرية والغلاء كل ده أدى إلى تزايد حالات الخلع وحالات الطلق تمام خذت البال سيادتك يعني ده سبب رئيسي وأساسي بالإضافة للتطلعات والطموحات بتاعت الزوجات زمان من 30-40 سنة حضرتك ما كانش التطلعات والطموحات بالطريقة دية كان فيه قناع كان فيه رضا ما كانش فيه طمع ما كانش فيه تطلعات وطموح وحاجات كثيرة مطلوبة من الزوج أن يعملها وبالتالي كل الأمور ده أدت إلى تزايد الخلع وحالات الطلق يعني الطموح الزيادة ضمن عواني حضرتك لو تفتكر الزواج من 30-40 سنة كان بيتكلف كام ودلوقتي بيتكلف كام كانت الأمور بسيطة كان فيه رضا ما كانش فيه صراع على المال دلوقتي حضرتك البنت أو الفتاة بتطلب حاجات كثيرة في قطعة الزوج وبالتالي بعد الزواج اللي حطها في المخيلة بتاعتها أن هي شعر العسل في حتة الفلونية وعايزة فرش وعايزة 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 كل الأمور دي بتصطدم بالواقع وبالحالة الاقتصادية التي يعيشها الناس بتأدي في الآخر إلى أنها تطلب الخلع أو الطلق بس تحتراك متحمل جدا على المرأة فأحيانا أنت بتتكلم في جزء ممكن حدث معين أن هي الزوجة غير عندها طموح ولكن أحياناً الزوج هو اللي بيكون سيء جدا على الزوجة طبعاً فيه أخطاء مشتركة أما نبقى أنه مش عايزة يكون متحملية على الزوجة بتادي فيه أخطاء مشتركة مش الموضوع مع الزوجة فقط برضو ممكن يكون زوج سيء زوج لا ينفج على أسرته زوج مهمل زوج لا يعمل كل الأمور دي برضو يعني فيه أخطاء مشتركة أنا ما بحملش الزوجة الزوجة والزوج مشتركين في الأخطاء وبالتالي الأمر بيؤدي في النهاية أنها تطلب الخلع وتنفصل عن زوجها خدت البال حضرتك ولو تفتكر واقع حصلت مبارح الصحف طلعتنا بموضوع الطفل اللي يتعدى عمره أربع شهور في مدينة طوخ العناد والمشاكل الأسرية خلت الزوجة تسيب الولد الطفل البريء اللي ماكملش أربع شهور والزوج يطرق يروع عمله ونسوا الوعد لمدة تسعة أيام أي إنسانية أي رحمة يعني مفيش أنا ما شفت إزاي كده خالص حضرتك يعني أنا مش شايف أي حاجة خالص فيها رحمة ولا إنسانية ولا أي حاجة خالص طب أنا عايز أسأل حضرك في الموضوع ده إحنا لو نشوف في المحاكم نجد أسباب تفه جدا للخدم وخاصة ليه هذا الأمر منتشر بجدا للمتزوجين حديثا ما فيه أعباء حضرك بتكلمني في أعباء اقتصادية ما فيه ناس بقالها عشر سنين مستحملة الأعباء الاقتصادية وعايش حياتها عادي وراضية بحياتها ليه خاصة الموضوع ده منتشر في المتزوجين حديثا الموضوع ده بيتفاوت بين تربية وتربية في بنت في أسرة متعودة على الصبر والجلد وبالتالي مش من أول مشكلة هتطلب الخلع ممكن تصبر على زوجها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتستحمل المشاكل ولكن لا يكلم في الله نفسه إلا وساعها أحيانا فيه مشاكل أكتر من طاقة الزوجة وبالتالي بتضطر أنها تطلب الخلع في نهاية الأمر أستاذ محمد إحنا حضرتك عندنا حالة طلق يعني كل دقيقة أو كل حقيقة أو بنجد فيه كل دقيقة حالة طلق أكيد تعقيب حضرتك على الموضوع ده أسباب الحقيقة في انتشار معدلات الخلع في الفترة الأولى الأخيرة وليه ناس بدأت تستسهل هذا الموضوع هو حضرتك النهاردة عشان نوصل الرسالة للمشاهد لازم نتكلم في التطور التشريعي لقانون الأحوال الشخصية المصر أول قانون تبق في مصر كان القانون 25 لسنة 1920 وتعدل 25 لسنة 29 وتعدل تاني في سنة 44 لسنة 79 إلى أن أخضر قانون وقضية بعدها في سنة 85 وإلى إنما انتهى إليه هو القانون واجب التطبيق قانون رقم واحد لسنة 2000 وفي المادة عشان تتكلم على الخلع النهاردة لما نيجي استقرأ 20 سنة من تطبيق الخلع الخلع مسل 85% من حالات التلاق في الدولة المصرية ووصلنا إلى 250 حالة خلع في السنة فهذا الرقم مزعج 250 ألف حالة في السنة ألف حالة في السنة النهاردة من أشهر حالات الخلع خلال 20 سنة حالة طلبة الخلع أن زوجها بيوردها هيفاء واحد إنه فيه زوج فيه فحولة فكلها أسباب وهي وأسباب طعيفة ولكن أنا بده أشهر حالات خلع التطبيق في القانون المصري حاليا يعني أنا رصدناهم يعني ولكن أنا عاوز باسمين صبري اللي هو طلب من زوجته إنه هي تكون زي ياسمين صبري وفيه طبعا أكثر فقولة وفيه إنه هو عاوز يطبخ زيها وفيه وفيه حاجات كتير النهاردة لما نجيب تشريع الخلع في الشريعة الإسلامية من 1400 سنة الآية 229 في صورة البقرة تتكلمت عن الخلع وصفا وتفصيلا وحديثين عن سبن النبي فيه بيتكلم فيه إن هي الإمرأة دي بتخشى إلا تقيم حدود الله فإلا إفتدي نفسك ورد حديقته ده التشريع الإسلام لما جينا لنطبق القانون ومصدر الشريعة الإسلامية فالقانون في حد ذاته سهل الأمر ووسعه لدرجة إن الزوجة تتخلع في خلال 13 فهو بتهدي كيان الكيان ده ليه ضحايا اللي هو الأطفال على الأطفال فالنهاردة الأزهر بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عد لجنة وعملوا قانون هيبقى فيه اعتدال وتقييد المطلق وتخصيص العين وقيد طلاب المرأة في الخلع في حالة من العشر حالات على سبيل الحصر وده هيزبط إقاع المجتمع المصر لأنه نهاردة القوامة وفقا للشريعة الإسلامية للرجل وله الطلاق وفقا للشريعة الإسلامية وللمرأة لها التطليق وفقا للشريعة الإسلامية في أحوال ولكن الخلع كان لحالات محدودة على الغاية ولكن فتحه بدون القيود في التعديل الجديد دلوقتي هو اللي هيضبط إقاع الدولة المصرية في موضوع الخلع بالإضافة طبعا للانفتاح في السوشيال ميديا أدى إلى جرئة المرأة المصرية هارجع أكملوا حضراتك بس معنا اتصال هاتفي محمد من القايرة أستاذ محمد ألو أستاذ محمد ألو هو واضح إن اتصال انقطع هنرجع لكلامنا مع الأستاذ بدر أولا أستاذ محمد كان بيتكلم من مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير في هذا الموضوع أيضا أنا فيه سؤال مهمة عزيزة حضرتك من يتحمل مسئولية ضحايا القضايا الحل هل الأسرة المصرية أم القانون من الجاني في الموضوع ده يعني يمكن تطبيق القانون جايز يكون تطبيق القانون ما تفهمش بصورة صحيحة إن الزوجة ما صدقت قانون زي الخلع استسهلت الأمور مجرد أن هي تتنازل عن جميع حقوقها المؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة وتردونه تقدم الصداق بالنسبة لها الأمر هين 3-4-5 شهور وتخلع عكس إجراءات الطلاق العادة ممكن بالـ 3-4 سنين جايز الأمور دية الخلع سهل لها الأمور وبالتالي زادت عدد حالات الخلع هل أرجع لحضرناك بصلاح أحمد من القاهرة سيد أحمد سلام عليكم عليكم السلامة وبركاته أزاك يا فندم أخبركم نورينا الحلقة والله يا فندم أحمد يا خليكم أتفضل يا صوت أحمد ممكن أعصد بس الصوت أتعطم التشار كده في المتين بس أتفضل أحمد يا فندم والله أنا معي مشكلة طبعا معي مراطي طبعا اتجوزنا وكده طبعا اتجوزنا خدنا سنتين وخلفنا بنته كده خدنا وكده يمال فهو أعمل يعني معي الحمد لله شقه وكل حاجة فطبعا معهم أم أعمار كبيرة من أم صفهم مثل وابنين هابية عند ناسا ونودفن عند ناسا فأنا طبعا رفضت فرحت جدمت أثنين في النفقة نفقة؟ راح حكم لها، طبعاً الجاضي هوما الاثنين، وانا عمله جريب حكموا هما الاثنين، هما الاثنين بلكم متين تمام، فرسطة انا قدمت طاعة فأنا اكسبت الطاعة طبعاً هما جاء بالشهود، فالشهود اللي قابوها جاءوا قدامهم الجاضي قالوا شفية الجاضي بيسألهم انتوا يعني حضرتوا الواقع ولا شفتوا ولا ايه الجاضي قال، الشهود قالوا لا احنا هي اللي جلتنا يعني الشهود قالوا بل ده بيزايلها على بوله كده بتسأله منتو شفتو ولا ردهم على الضغادي قالوا لا هي اللي جلتينك كذا كذا السؤال اللي انت عايز تسأله بقى انا عايزة سأل السؤال دلوقتي انا اكسب في الطاعة تمام طبعا المنزل شرعي والشهود معي الناس تمام دلوقتي هم عمل استهناف وممكن في الاستهناف ده يعني هنعز شهود تاني ولا ممكن يحكملهم هم الولاي ومع ان الشهود بتاعيطه هم جالوا ان هي اللي جاي لانا يعني ما مشافوش حاجة هي جايبهم كده بص خلاص تمام السادة المستشارة يوضح لحضرتك وهيجيب على حضرتك السؤال احمد السؤال بك هو بيتكلم ان هو متجوز بقى له سنتين وعنده بنتين بنت ومرة رفض عليه قضية نفقة وبعد كده في الاخر هو كسبها ورفعت استهناف هل هي هيجيب شهود تانيين في الاستهناف ولا اي هيجيب مصر الاستهناف حسب المحكمة ممكن لو القاضي عايز يسمع شهود ويشوف الشهود بتاع اول درجة كافين ام لا ده حسب ده عقيدة عند القاضي وبالتالي امر المتروك لقاضي الاستهناف لو يحتاج ان يسمع شهود تاني هيطلب سامع شهود مش محتاج هيفصل في القضية وفكا للشهود اللي تسمعها في اول درجة طب هارجعا لموضوعنا نتكلم فيه ايه اللي تخسره المرأة في حالة قيمها بالخلع تمام هل بتخسر كل شيء ولا لا حقوق تمام تمام قوم من اول spot isz اولا عشان المرأة تطلب الخلع هتكذروا مقدم الصداqué الان موجود في اسيمة الجواز ردى مقدم الصدا satellites ردى مقدم الصداely الامر التانى هتتنازل عن مؤخر الصداة تمام ونافقة المتع ونافقة العدة ومام جميع هوا معادة القائمة المنقلات وقائمة المنقلاط لا تتنازل عليها المرأة عند طلب الخلع wonderful life هتتفكرة ان التاتفكرة ان الخلع بتتنازل عليها الى جميع هوا هالمرأة حتى قائمة المنقلات، قائمة المنقلات دي خارج نطاق دعوة الخلع وبالتالي، ترد مقدم الصداق المزبوط في القاسيمة تتنازل عن نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداقة جميع الحقوق المتعلقة بها، ما عدا قائمة المنقلات بتتنازل عنها مقابل أن تفتدي نفسها وتتاخلع من زوجا معانا مين اتصل هاتفي؟ معانا أحمد بن حيوان تفضل يا سيد أحمد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ممكن أشترك معك يا فندي اتفضل بس اعلي صوت حضرتك انت على قوة اتفضل معانا بعدين ما شواجه انا معاش كهوك انا لأسف نتسمع كويس بس ممكن تعال لي صوتك اهلو ايوة كده سامعنا فندي سامع كويس كده يا سيد أحمد ماشي يا فندم ايوه معاك اتفضل يا سوز احمد انت على الهواء يا سوز احمد اتفضل ممكن نشتريت معاك يا فندم اتفضل معاك ماشي يا فندم انا معاك ما دام يا فندم اجئ جدا انا مش عايز اعمل مشاكل بفراحة مش فاهم حدك تقصد ايه انت حدرك عايز تسأل عن ايه بالزبط انا مش عايز اعمل مشاكل انا مش فاهم برضو شكرا يا سوز احمد شكرا يا حضر استاذ محمد استاذ بدر تكلم ان المرأة ملاقش اي حقوق بس فيه حق ما دي كارثة برضو فيه قائمة المنقلات ما دي كارثة برضو حقيقة ما هي طلبة الخلق ليه السبب باحتباس بقائمة المنقلات هي اولا للتجريم في قائمة المنقلات وفقا لقانون العقوبات المصر ودي ورقة مستقلة عن عقل الزواج نهائيا ما لهاش علاقة بالموضوع الزواج او الطلاق فده فيها فرق تشريعي وفيها هتحسن في الامر في القانون الجديد يعني تبقى فيه محكمة مقتصة بكل نواحي الاسرة ويرتبط بيها وهي اللجنة عاكيفة دلوقتي على انها تعمل فيه توازن بين الافراد ولكن انا ليه مناجدة اللجنة المنباصقة من مشيخة الازهر ان احنا عندنا النهاردة فيه مجالس بتتبارك على تفكك الاسرة المصرية يعني احنا بنسمي كل مجلس بطائفة يعني بنقول المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للتفولة المجلس القومي للراجل طيب احنا ما ليه نفكر ما نعمل المجلس القومي للأسرة عشان يبقى فيش انانية في المطلب احنا النهاردة عندنا مجتمع والمجتمع ده بقى لازم يبقى متماسك طبعا انا بناشد فضيلة الامام شيخ الازهر انه هو يدعو لتشكيل المجلس القومي للأسرة المصرية للتمثل بعادات وتقاليد المجتمع المصري المرتبطة بالشريعة السماء فلما يبقى فيه تشكيل للمجلس القومي للأسرة المصرية وهيبقى فيه تمثيل للطفل وتمثيل للرجل وتمثيل للمرأة هيبقى فيه قرارات عادلة وليس ان احنا النهاردة بنبقى فيه بروح الفريقين ان المجتمع الزكوري وان عاداته التقاليد بفيه قوامة احنا هذين دوقتي نحافظ على الكيان ونسهي المجتمع المصري ونعود الى ما كنا عليه قبل 50-60 سنة ما كانش صعب جدا ان الست فكر انها تغضب وتترك منزل الزوجية النهاردة فيه جرأة انها بتخلع لمجرد ان زوجها طلب منها طلب فالنهاردة انا شايف ان فيه اتجاه فضلت الامام الشيخ الازهر ان فيه حاجة اسمها ايه؟ تقييد المطلق لان لما انطلق الموضوع في 20 سنة وصلنا ان 85% من حالات التلاق للخلع بسبب سهولة اجراءاته ودي كانت رد فعل للقوانين العقيمة لما قبلها الخلع ان كانت المرأة عشان تحصل على التطليق وتاخد حكم المحكمة عشان الحكم ده يتنفذ قدامها 20-30 سنة طب انا فيه سؤال مهم هيتطاني عايزة اصدر له حضرك بس اخد احمد الاول من الغربية فقدر لسوز احمد السلام عليكم وعليكم السلام ومطورة كده طب سؤالي للاستاذ الفاضل اللي بقولك الزوجة لو زوجها طلب منها طلب بتطلب منها الخلع تمام يا فندم طب الزوجة اللي بتبقى عايشة موجودة معك في البيت ورفع عليك قضية ماشي اسمعني بس للاخر بالله عليك اتفضل انت معها الهوف ماشي الزوجة اللي موجودة في البيت بتطلب وتطلب وتاخد منك نفقة ماشي يا فندم الزوجة اللي اخوها امين شرطة وبروح يأمن عليك عشان تتمسك ونتراح في شغلك وتتحبس ماشي الزوجة يا فندم اللي بتاخد فوقاك الشرعية اللي جاية جاية عشانها ماشي ما بتدهلكش ومطرف تشتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأهلها ما حدش بيسمعلك ولا حد بيتكلم ما تروح تتكلم مع ابوها يقولك انا اي اللي بنتي تتكلم معاكو كل واحد فيكو ازاي بتشتكل امها معرفتها شيء كان الاول على قد فهم يعني انا عندي ثمانية وثلاثة انسانة فعلى قد فهم يعني قبل ما الواحدة بتتجوز ثم تقعد معها وفهمها يعني اصول جواز انما دلوقتي مفيش ودا مفتقدين فعلا اما يكون اما يكون سواني باع بازنم عليك يا فندم اما يكون اما يكون امها واخوها ومرات اخوها واخوها التاني ماشي يقولك هنا البيت وتلموا عليك ويلنوك ويتعدوا عليك دي مع ما ايه وتقول لي فيه خلع يا فندم بس يا فندم طول ما قانون الخلع ده نزل في المحاكم ماشي الدنيا بواضح حاليا حاليا انا بتكلمش عالقباء والله ما بتكلم فا اي حاجة استني بتكلم عن الظلم اللي انا واقع عليه ان حاليا المحكمة كنت بتروح الاول ماشي كتا حاجة ما هي بطط طاعة تجيبها ويجيب لك حقك حاليا محكمة القصة ما بتجيب لكش حقك طب سؤالك ايه وصول زحمة سؤال حضرتك ايه سؤال حضرتك ايه المحكمة دي محكمة القصة التي عملت لقيا فندم عفهم تجيب لحقه الراجل حقه والله للزوجة حقه حاليا محكمة القصة تجيب للمرحقه انما الراجل اغبط دماغك في الحيطة اعلى ما تخيرك الكابه تمام شكرا يا أستاذ أحمد شكرا أستاذ باتر نفس الحالة اللي اتكلم عليها والله لسه مبارح شاب عنده 27 سنة متزوج من سنة زوجته أهلاسة اتنين في نفس الشارع حصل مشكلة بسيطة بان الزوج وزوجته فوجئ ان والدها واخوتها وولاد عمها بتعادوا عليه بالضرب بتعادوا عليه نفس اللي قال الأستاذ الموضوع كان في بلايها الدكرور الحالات اللي ازاي دي الزوج بيحصل على حقه ازاي يعمل محضر هو القانون معمول للست بس لا هو بتكلم علي حقوق في محكمة الأسرة لما تلجأ للخلع والنفقة هو لازم نفرق ان الخلع يعني في إجراءات معينة لو الزوجة عملتها هتدخلها بدون موافقة الزوج طالما ردة المؤدم الصداء المزبوط في القاسيمة تنزد عن جميع حقوقها المالية والشرعية المشكلة في القانون المحكمة الأسرة هي بتاع تعمل بقانون هي إجراءات إجراءات واحد زائد واحد زائد واحد الأمور كده الشرط الأول والثاني والثالث الزوجة عملته خلعت خلاص خلعت بدون وفقة الزوج بدون رضا خدت لبقى لحضرتك طبعا الزوج لو ليه حقف يعني بالنسبة للموضوع اللي بتكلم عليه هيروح يعمل محضر ان هم تعدوا عليه والمحضر عروح النيابة ويأخذ إجراءاته بس يعني بالنسبة للموضوع اللي بتكلم عليه طب في حالة الخلع ايه الحقوق اللي بيحصل على الزوج الحقوق اللي بياخدها الزوج ان هو بيرفع عن كهلوق لأعباء المالية الزوجة لو اطلقت طلق عادي مثلا عن طلق للهجر للسجن الزوج للضرر في الحالة دي الزوج ملزم بجميع العباء المالية كالمؤخر نفأة المتعة نفأة العدة يعني هو بس سقوط الأعباء المالية عن الزوج فقط لغير فقط لفيش اي حاجة تاني غير كده طب هناخد هذا السلطاني عبدو منين اتفضل يا سيد عبدو من دميات اتفضل السلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته اتفضل يا سيد عبدو معك يا عبد الحسين من دميات اتفضل يا سيد عبدو اتعال هوا انا عايزة اسأل حضرتك هو محكمة الأسرة بتحكم بالنفقة وبتحكم بعدم بتحكم بالرؤية ويامن بتنفسش وبتاخد النفقة وبتاخد العبش كله وبتاخد كل حاجة وألصت حقوق الرجل انه هيشوف أولاده بيمنع حتى أولاده أستاذ عبدو المحكمة الأسرة بتلتزم بالقانون هي في قانون بتلتزم بالقانون اللي قدامها وبتصدر بناء على هذا القانون بتصدر حكمها مهاش مسؤولة عن أي قرار بتصدر ده حكمه بيصدر بناء على القانون تمام سؤال حضرتك يا أستاذ عبدو تمام يا فندم سؤال حضرتك هو من يوم حط القانون بتاع السيدة سيدان مبارك ونسبة الطلاق بيت كام في مصر يا سيد الفاطس بيت كام 250 ألف حالة انت عايز تعرف نسبة الطلاق في مصر يعني كم نسبة الطلاق من يوم سيدة سوزان مبارك نزلت القانون وقانون اتغيرت في مصر بقى فيه نسبة كام حالة طلاق في مصر كل سنة أو كل ساعة 250 ألف حالة تخطط دلوقتي 250 ألف حالة في السنة تمام يا فندم ودي نسبة كويسة يا فندم لا حاجة مفزعة شكرا شكرا يا سيد عبدو هرجع للسيد محمد السيد بدري تتكلم عن موضوع أو الاتصالاتي كانت بتتكلم أنا عن الأسرة ودور الأسرة فيه بيادة معدلات الطلاق أو أني الأسرة بتكون أجدا عامل من ضمن العوامل للجوء المرأة للخلق شايف إيه دور منوت في خدال الفترة القادمة للأسرة أنها تلتزم بيه للحد من هو أولا فيه لجان انبسقت في اللجنة المعدة للقانون اللي هو هيعرض على مجلس النواب الجديد إن شاء الله شافت كل المشاكل اللي اللي ترقت على تطبيق القانون واحد لسنة 2000 القانون ده طبعا اتهم أنه هو قانون في صف المرأة وضد الرجل وكانت ضحية في هذا الصراع الأطفال الرجل بيتهم أنه هو ضحي بيتهم أنه قانون أنه يدع له ضحية بالعكس برضو المرأة تتهم أنه لا هو الرجل له ماضي غير مشرف القانون مش عاجب الاتنين لا ما قبل 2000 الرجل له ماضي غير مشرف وفي المؤريد حلا والكلام اللي كانت في المجتمع المصري ولكن لما جنا أطلقنا القانون واحد لسنة 2000 فأطلقت الحقوق وسرعة رهيبة أوي يعني النهار ده عندنا نص المادة 18 و19 من القانون ده ذاته أنه لازم الخلق يتم خلال 13 فده خراب خراب مستعجل رغم أنه وفقا للشريعة لازم يقوم فيه محاولات صلح والحكم وكلام ما فيش الكلام ده على توقع التطبيق هو محاولات كلها ورقية ولكن على التطبيق مش موجودة فالنهار ده إحنا طبعا الاتجاه في الأصغر أنه هيقيد الخلق هيبقى فيه ضبط الإقاع المجتمع المصري ونتمسك بعاداتنا وتقاليدنا والشريعة السمح إنما فيه بقى دور يعني موازي للقانون وهو الإعلام في توعية الناس وهنا طبعا الأسرة لابد أن هي تستمد قوتها ورقابتها على أبناء أفرادها تاني زي ما كنا زمان النهار ده طبعا مش هنقدر نقفل عن العالم الأسرة تلفز بالعادات والتقاليد إنما موضوع التواصل الاجتماعي إحنا مفيش دورة في العام تقدر تقفل تمام ناخد بس أمو رحمة من سهاج من إنا فضال يا أمو رحمة خلاص في تعليق طبعا هو القانون ألزم في قضية الخلع القاضي إن هو يبزل مساعي الصلح بين الزوجين في الخلع وألزموا برضو إن يبزل مساعي دي محاولة الصلح مرتين في حالة وجود أولاد وبالتالي محاولة الصلحة دي بيتمت زي ما ورقاب بيتم تعيين محكم من طرف من أهل الزوجة ومحكم من أهل الزوجة وصلوا الحل واصطلحوا للزوجين خير وبركة ما وصلوش يقدموا تكررهم للقاضي والقاضي بيفصل بيفصل في القضية بالخلع خلاص مع حاولات الصلحة فشلت للأسر طب هناخد ناصر من شوبرة تفضل لسؤول ناصر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك أنا مطلق بقى لتسعة سنين وعندي ثلاث أولاد ما شفتونش من تسعة سنين وأسباب التلق في مصر وتحد أي واحد أنا عامل فوق الثلاثين محضر على فترة من 2012 في مشكلة لقيت النهاردة أسباب التلق خمسين في المية من حالات تلقات في مصر سببها السحر السحر وتحد أي واحد في مصر أنا عامل محاضر حضرتك والسحر اتقبض عليه وجي في العشرة مساء بتاريخ خمسة تلاتة عالفين وسبعتاشر أخطر سحر في الشرقية أنا بقى لتسعة سنين متسح وما فيش شمل ولا مش غلق ومطلق وحياتي اتدمرت وكل فترة بتشوفوا المقابر وكل مكان أعمال بالهبل السبب والمشكلة الرئاسية الأظهر سايب سايب المسلمين فارسا للصحر وما فيش قانون للسحر نصر إحنا حياتنا تضبار لا 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 على فكرة يا أستاذ ناصر بس التوضيح التوضيح بس حقنصك ستين في المية العنوصة بمصر سبب السحر يا أنا عندي أوراق وعندي أدلة يا أستاذ ناصر اسمعني بس يا أستاذ ناصر الأول اسمعني حضراك بتقول إحصايات وكلام يعني كلام الناس اللي بتلجأ للسحر فئة قليلة جدا مش عدد كبير مش معظم المصريين بيلجأوا للسحر واللي بيلجأ للسحر ده ما بيكونش يعني خلاص يعني مش مؤمن بربنا ومؤمن بسنة الرسول خلاص يعني رجل تغلب عليه شيطانه زي ما بيقوله والحقيقة أنا مش عايز أتكلم في كلام حضراك هو بيتكلم من هو مطلق بقاله تسع سنين وشعر تشوف أولاده بسيطة يعني دعوة رؤية دعوة رؤية والقادة هيحكم له بأنه يشوف أولاده طبعا تلت ساعات في الأسبوع من الساعة السابعة من ساعة السابعة لغاية الساعة السابعة بالليل طبعا بيكون تحالة عدم تنفيذ المرأة تسقط الحضان بالقاضي بينزرها استجابت خير وبركة ما استجابتش بتنتزع منها الحضانة والتخش للأم الأم اللي يليها في ترتيب الحضانات اللي يليها في ترتيب الحضانات ممكن تكون الأم الأم وبعد كده أم الأب وهكذا خدت البال حضراتك وبالتالي يعني سهلا من ترفع دعوة رؤية ايه المشكلة يعني بقالك تسع سنين تما ترفع دعوة رؤية هتشوف أولادك بالقانون نفاش أي مشكلة تمام أنا أخذ اتصال آخر يوسف من دالية تفضل أستاذ يوسف عليكم وعليكم السلامة وبركاته تعدت الباشا أنا لها مشكلة ها تفضل أستاذ يوسف مشكلة تعدت الباشا أنا رجل من السعيد وأعيش في الدخولية آه بس يبتك دلوقتي أنا معاي امراضي آه بجالها سنتين ثلاثة مستطياني بالعجال والعجال عنديه آه ماشي أستكتل من لفع إيه وبعد كده سكن ومش عارف برش مرتين ها تمام وفيه واحد ابنه ضابط طب سوانا بس أنت سؤالك إيه بس يا أستاذ يوسف سؤالي سؤالي أتعدت الباشا دلوقتي أنا مع أحدش مديني حق طب أنت عملت لجأت لأي حاجة رفعت قضية تعال أرفعت أضايا فأضايا 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 سعبت الباشا طب تمام اسمعنا بقى يا أستاذ يوسف والأستاذ محمد سنيمان أنا هيوضح لحضرتك الإجراءة اللي تتبعوا في الموضوع ده سيد محمد هو بالنسبة للموضوع أن الأي ما تحت حاجتها يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بشت الشهود يقدم طلب للنيابة الإجراءة المعينة اللي زيما فهو يجهل الإجراءة المتبع في مثل هذه الحالة ولكن علي الاستعانة بمحامة أو لو عندوش إمكانية بيروح يتوجه لمحكمة الأسرة فيه مكتب مساعدات قضائية في كل محكمة الأسرة تمام أو لو تعذر عليه يلجأ للنقابة المحامية فهو النهاردة يجهل الإجراءات المتبع في مثل هذه الحالة إن الزوجة بتطالب المنقلات وهي تحت تحاوزات ففي إجراءات معينة بيتتبعها لإثبات إن المنقلات فحذتها منها شهادة شهود الجران الملسقي تمام فده هو اعتعذر عليه يعمل حاجة زكية فلما هتيجي تلجأ القضاء هاستضر ضده حكم ده أمر طبيعي يعني إن معاها المستند تمام إن هي معاها قائمة المنقلات الزوجية فأنت النهاردة الأهملت في حق نفسك فهتبع النتيجة بمثل هذه الكيفية لكن هو لو لجأ لأهل طبعا هو لو بنتكلم في القدرة المالية أو ما عرفش ففيه في دائرة كل محكمة أسرة فيه حاجة اسمها مكتب المساعدات القضائية ده مجانا آه مجانا آه اللي في محكمة الأسرة فقط تمام وفي نفس الوقت فيه نفس المكتب في نقاط المحامين مساعدات قضائية فهو عليه إيه لو ما عندهش قدرة إنه يروح يتعاقد مع مكتب محاما فإنه يروح هنا أو هنا فهيلاقي السبيل لحل مشكلته تمام معنا اتصال تاني مين يا صلح محمد أستاذ علي تفضل أستاذ علي مسكندرية تفضل إزاي حضرتك يا فاني إزاي حضرك يا فاني أتفضل أه نشكر حضرتك إنك تتعمل برامج و بتتكلم على فعلا مواضيع قيمة وفعلا تهم الشعب وتهم الناس والأسرة وفيه يعني أسرات يامك يعني حالتها تتجمر ويعني ربنا جزيك خير و تتجيب ناس أفاضل و ناس على عين المعالد رأي شكرا يا فاني كان فيه بس حاجة بسيطة طب سؤال حضرك يا أستاذ سؤالي بينا بيني بي جاهز لو حيتم انفصال ما بين الزوج و الزوجة يتقسم بالنص يعني بالعفش يبقى نصه للزوج و نصه للزوجة يشيلوا الاتنين يعني غلطتهم إذا هم ما اتفقوش و حياتهم ما اتضموش يعني في حالة الانفصال الاتنين يشيلوا كل حاجة ده المقترح اللي انت بتكترحه يعني فيه حاجة بسيطة كمان في حاجة بسيطة كمان عزوان الحدث تمام هو فيه هو اللي هو بر يعني ما عنيش أنا بتطلحكو برا البرنامج ولكن هي بس حاجة فيصول بالدين وفيصول بالوضع اللي احنا بس في عجالة و نبأ سؤالي يوسف عشان خاطر بس عشان وقت البرنامج انك تحط هاشتاك يعني جنب مثلا لو بصت للشاشة تلاقي في تلمة نقطة 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 الزام الله برجوع ينكتب مثلا ماذا تعرف عن رسول الله احنا اتكلمنا في الفقرة نعم انا عارف ان حضرتك كل موضوع اتكلمنا بذلك البرنامج على الموضوع ده و احنا بنودين و نشجب اي اساء لرسولنا الكريم صلى الله عليه و ده و شكرا لمداخلتك معنا استاذ بدر عايز الكلام مع حضرتك في حالة الخلعة هل يحق للزوج ان هو يطلب حضانة اطفال ولا لا لا في حالة الخلعة طبعا الحضانة تبقى الاولاد بيبقى مع الام حتى بلغهم سن 15 سنة يعني مالهوش حق ان هو يطلب الحضانة لا يطلب رؤيتهم رؤيتهم طبعا رؤيتهم فقط طبعا الحضانة طبعا لها شروط سواء الام او اي او اي من النساء المستحقات للحضانة لازم تتوفر في الحاضنة عدة شروط الشرط الاول ان تكون الحاضنة ذات قرابة محرمية للصغير نمرة اتنين ان تكون الحاضنة امينة على هذا الصغير وتهتم به و رعايته في ما اكله و مشربه و ما لبسه الامر التالت انها تكون قادرة على رعاية هذا الصغير وبالتالي اذا كانت مريضة او مسنة تقوى على رعاية الصغير تنزع منها الحضانة الامر الرابع الا تكون كثيرة الخروج من المنزل او كثيرة الاصفار او سقيقة السمعة برضو بتنتزع منها الحضانة يعني دي دي شروط لازم تتوفر في الحاضنة بتنتزع بس ما بتروحش برضو الامر حسب القانون حسب ترتيب حسب الترتيب ما في ترتيب بالام ثم خدت البال ما عليك حسب ترتيب وبعدين لو انتزعت منها الحضانة ورجعت الامور الطبيعية ممكن تطلب ارجع الحضانة لها يعني الام لو كانت مريضة و ربنا شافاها ممكن تطلب تقدم طلب للقاضي بترجع للحضانة لها برضو سيد محمد هل يحق للزوجة ان هي تتنازل عن حضانة؟ هي حاليا دلوقتي يعني مثلا ده بنشوفه لا بنشوفه في جميع الحالات ان الزوجة بتقولك انا حتى كميل متنازلة وتمدي ورقة بنية متنازلة عن حضانة بس هي لا تملك هذا الحق على اطلاق لا تملك هذا الحق على اطلاق وتملك الرجوع عنه فأي لا دي حقوق ما لهاش هي علاقة بها دي حقوق للصغير الصغير هي تركته لوالدها برضاه لوالده برضاه تاخده تاني تنازلت عن نفقة تاخده تاني كل حاجة متعلقة بالطفل تتعدل عنه في اي وقت هو اتجاه يعني انا دلوقتي مليش مزاجة اخد ابني ومليش مزاجة عز النفقة بعد كده بقى ليه مزاجة اخد ابني برضو لازم بفيه جانب انساني دي الشريعة احنا النهاردة بنقول ان احنا ايه عشرهن بمعروف او صرحونا باحسان فقعدنا عائلتين وابن انفصل بما يرضي الله فهي قالت والله انا مش عاوزة اضم السبار ليا ومتنازلة عن كل الحاجات دي ودتهم للذوق وطلعت وقابرته وكل هك بعد ساعة تروح ترفع دعاوة تاخد الاولاد وتاخد الحاجة حين دا مش حقه هي حق السبار هي الحماية الشرعا وقانونا للصغر على الاطلاق هذا الشرع مش ها هيئه يجوز انها تنازل عن حوا هية نفعة المتعة والعدة اما اي حقوق الصغير تنازل عنها يعني لا تجوز أن تتنازل عن نفقة الصغير أو الحضانة خدت البال معلقة أو التعليم كل الأمور دي لا تملكوا التنازل عنها ولو التنازلت عنها هيجوز أنها تنجع في هذا التنازل النقطة المهمة الولايات التعليمية في حالة الخلع نظامها إيه وحوقها إزاي المرأة في الموضوع ده وهل الأب ملتزم بنفقة التعليم في حالة الخلع ولا لأ الولايات التعليمية بيتفترض إن ده موضوع مهم جدا والتعليمية بيفترض إن الأم هتقدم لأولادها في مدارس مثلا مدارس مستوى عالي شوية وطبعا المدارس دي بمصرفات عالية الأب بيرفض في الحالة دي الزوجة بتقدم طلب لقاضي الأمور الوقتية وبتختصم فيه الأب ووكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة اللي هتقدم فيها المدرسة دي والقاضي بيستجيب لها ولسيما إن الزوجة بتتعهد في الطلب اللي بتقدمه لقاضي الأمور الوقتية إن هي متحملة جميع النفقات الدراسية وبالتالي الزوج الزوج مش هتحمل أي نفقات يعني بمعنى صح إنت لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنسي يعني هي الزوجة هتتحمل جميع المصرفات ليه التعنت ده؟ وبالتالي انتزعت بالنسبة للموضوع دي من القبض موضوع الولايات التعليمية في حالة الخلق لا مش في أي حالة في أي حالة مش لازم طلق تطليق خلق إذا كان فيه تعنت من الزوج إنه يدفع مصاريف المدارس بتاعت أولاده الزوجة بتقدم زي ما قلت لحضراتك طلب لقادر أمور الوقتية ويمكنها إن هي تتعامل مع المدرسة وبيلزم مدير المدرسة إن المدير ده يتعامل مع الزوجة في كل أمور المتعلقة بتعليم الصغير يعني الزوجة تتحمل هي كل حاجة هو حضرتك مال الأب فين في الموضوع هو الحكمة من الولاية التعليمية كانت قبل تطبيق قانون واحد لسنة 2000 في إيه كان التطليق أو التلاق كان التطليق بياد الرجل أو التطليق بياد القادر فكان نظرة المجتمع إن الست دي بقت مطلقة فلا ينطل لها أن تعيش بمفاضة فالوضع التميمة تروح لبيت أهلها فعشان تروح ببيت أهلها هي كانت مقدمة لولادها مثلا في محافظة الجيزة أهلها في مدينة السلام في محافظة القاهرة فالنهاردة هيبقى تعذر عليها إنها تودن لولادها المدرسة كده فمن هنا شرعت الولاية التعليمية لها الأصل للأب للزبط ولكن دون المساس بالمصرفات يعني بتكلم في النقطة لا هي دلوقتي ترفع عليه دعوة وتلزمه ولكن الولاية هي تقدر تنقل الملف من الجيزة للقاهرة لقرب السكن عشان نظرة المجتمع عليها كست مطلقة فالنهاردة ما تنفعش تعيش لوحديها عشان نظرة المجتمع إنما هي بتنتقل لبيت أهلها فبيت أهلها مثلا في محافظة السويس وها تزوجت في القاهرة والتعليم في القاهرة للأطفال من هنا شريعة الولاية التعليمية دون المساس والمصاريف هي تسحب الملف من المدرسة دي تودي المدرسة دي وتلزمه بسداد المصرفات سواء حكومية أو خاصة وفقا لما هو سابق يعني هو النهاردة لو كان قبل التلاق كان فيه مستوى معين فبيتجيب ما يفيد وبترفع دعوة بتلزم المطلقة بسداد كافة الرسوم آخر الرسوم وفقا لمعيارها يعني لو بدي يدفع عشر تلاف جنيه في السنة للتفل هيدفع عشر تلاف عشرين ألف وقال طالما فيه إيصال وفي مدرسة في المدرسة أو كان بتعلم بتعمل في تعليم حكومي هيدفع المصرفات الحكومية فلكن الحكمة من النقل الولاية التعليمية من الأب الولد الطبيعي للمطلقة عشان حفاظا على تواجد الأطفال في المكان اللي موجود في مين الأم الأم إنما مش الهدف تاني ماشي من أما حضرت يعني التشريع هنا هدفه إيه إنه مبقاش فيه تعنت إن دي سكنة في محافظة وهترجع لأهلاها في محافظة تاني فهتضطر تنقل الملفة فطبعا عشان تحتاج نقل الملفة لازم موافقت مين الولد الطبيعي فهنا المشارع تدخل وعمل الولاية التعليمية نهاية تروح تاخد وعلى فكرة الولاية التعليمية أمر وقت من غير دعوة بتقدم بالطلب بتاخد التأشير وتاخد سالة تنفيذية وتروح تنقل الملف فورا عشان حرصا على مين على الأطفال وبرضك عشان نظرة المجتمع على الست مطلقة تمام بالنسبة بقى مسؤولة تاني في هذا الموضوع المسكن الحضارة تمام في حالة الخل هل الزوج ملتزم إن هو يوفر شقة أو مسكن للزوجة ولا هي الزوجة بتتصار لا تلمى تلمى في أولاد يبقى الزوج يبقى الزوج ملزم إن يوفر مسكن للأطفال حتى يبلغوا سن 15 سنة يعني هو بيوفر لها المسكن بيوفرها لا إما يوفر لا إما تقعد في المسكن الزوجية لبلوغ الأطفال سن 15 سنة أو بيوفر مسكن ليهم في مكان تاني بيكون يعني مناسب للحالة الاجتماعية بتاعتهم طب في حالة الزوج قام بيبيع الشقة الحل ايه بتقدم طلب أنا ما عنديش شقة أو بيعتها ولا أمتلك أي شقة لا ملزم إن يوفر إما العائلة عدو في الشرعة ملزم إن يوفر مسكن للأولاد حتى بلغهم سن 15 سنة ده الزام يعني أنت بخلف عيلين ثلاثة وطلقت الزوجة العيال ولادك هيقعدوا في الشرعة لازم توفر لهم مسكن القانون بيكبرك إنك توفر لهم مسكن حتى حتى يتموا 15 سنة فضلا أنها ممكن تستصدر أمر وقت بتمكنها من الشقة المبيعة دي كمان دي لو كانت منزل الزوجية وجي هو برضو كتصرف تصرف سوري بهدف الإضرار بأولاد ومطلقته فاستصدر أمر من النيابة العامة بتمكن الصغار من منزل الزوجية القائمة وهو عليه يثبت بقى إن البيع ده مش سوري وبيع حقيقي بس في الحالة دي هيلتزم إنه يجب لها مسكن زوجية أو أجرة مسكن زوجية قانون نظم كل شيء أستاذ باتر جميع الرجال بيشتاقوا من هذا القانون ما هو؟ القانون الخلق هل القانون ده يحتاج إلى دعديل أو في صغرات؟ والله هو القانون ده حضرتك طبعا هو سهل إجراءات الطلاق ثلاثة أربع شهور بالكتير الست تخلع وبالتالي طبعا هو فيه مشكلة بالنسبة للرجال طالما الزوجة الشروط اللي عملها القانون أوفد بيها من مقدم الصداقة ردته للزوج وتنازلت عن جمع هو بتخلع على طول وبالتالي طبعا فيه مشكلة بالنسبة للرجال بفيه مشكلة طبعا خدت البل حضرتك والأستاذ محمد قالك أن التشريع اللي هيحصل هيحصل تعديل هيقنن الحالات بحيس يعني مش أي حاجة هتخلع الزوجة بسببها يعني هيقنن الموضوع هيصعب الموضوع شوية عشان حالات الطلاق والخلع إحنا ناخد الرسالة خيرا من حضرتك يا سيد محمد الرسالة حضرتك تحب توصلها في هذا الموضوع بالتحديد من أجل الحد من وقوع ضرر الأبناء لأنه اللي يدفع الفاتورة هو أنا بقتارح بقتارح اللي هو اتجاه فضيلة الإمام الأكبر شايخ الجامعة الأزهر القانون الجديد اللي هو قادم الأزهر قانون جميل جدا زائد بناشده إنه هو يفكر في المجلس القومي للأسرة المصرية ويكون ممثل من كل المجلس القومية السابقة عشان يبقى فيه ضبط لإقاع الأسرة المصرية وميبقاش فيه زي ما قلت بيحداك بتقولي القانون الأخير ده كله مع المرأة حتى في مثلا لو الزوج امتنع عن سداد النفقة يتحبس إنه هي لو امتنعت عن رؤية أطفاله ما فيش عقوب والمشكلة إن الرجل بيشتكي والمرأة أيضا بتشتكي هنا من النهاردة حضرتك اللي بيمتنع عن سداد النفقة بتحبس إنما اللي هي امتنت عن تنفيذ حكم الرؤية فيش جزاء آخر في 30 سنين أتمنى أنه يصدر قانون عادل رائع حقوق المرأة وحقوق الراجل ما فيش تفضيلة على ده أو ده يعني قانون عادل وربنا يوافع وبعمر ليصدر القانون في القريب العاجل الحقيقة أنا وقت برنامجة خلص وفي نهاية الحلقة أنا بشكر ديوفي للشرفون النهاردة المستشار بدر عبد المحسن محمد سليمان جاد المحمد بنوض العام نشكركم معنا نشكر البرنامج وبنشكر قصة الأعداد وبنشكر كل قامينا على القناة شكرا حضرتكم على تشوفكم معنا والحقيقة أنا محتور في الموضوع ده القانون نحتاج إلى قانون عادي المشكلة أن القانون لا يعجب الرجل ولا بيعجب المرأة المرأة يقول لها ما بخدش حقه من القانون والراجل بيقول ما بخدش حقه من القانون نتمنى أن الحلقة دي النهاردة تكون عجبتكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة الأربعاء القادم في نفس التوقيت شكرا لحضرتكم شكرا لحضرتكم